اشتركوا في القناة مرض شائع جدا يصيب العين وعرفت بانها عبارة عن خلود خلان سميها سحابة على عدسة العين تؤدي الى ضعف الرؤية وايضا من المتعرف عليه بان المياه البيضاء تصيب كبار السن اكثر وفي بعض الاحيان او في اغلب الاحيان عفوا تكون نتيجة امراض مثل مرض السكري تحديدا مع شوع هذا المرض لكن طبعا وسائل العلاج تطورت واختلفت اضافة الى التطورات التكنولوجية التي غيرت في مفهوم هذا المرض وغير من الامراض مشاهدين التابع التفاصيل في التقرير التالي الكتاراكت او الماء البيضاء او الساد عبارة عن اعتام يصيب عدسة العين التي في الاحوال الطبيعية تكون شفافة وتبدو العدسة في هذه الحالة مثل لوح من الزجاج متسخ بالغبار وعادة ما يستغرق الامر سنوات حتى يبلغ الاعتام حدا يمنع الضوء من الوصول الى الشبكية او تفريق اشعة الضوء وفي الحالتين يحدث فقدان البصر وتعتبر المياه البيضاء من الامراض الشائعة حيث تصيب عشرين مليون مريض حول العالم وعلى عكس ما يعتقده كثيرون لا تحدث المياه البيضاء بسبب سرطان والغلالة التي تغطي العين ليس لها علاقة باجهاد العينين وهي لا تمتد من احدى العينين الى الاخرى رغم ان في بعض الحالات قد تصيب العينين معا ومع الشيخوخة تصبح العدسة اقل مرونة واكثر سمكا وتصبح الالياف المكونة للعدسة اكثر انضغاطا وتصبح العدسة اكثر صلابة وعلاوة على ذلك تبدأ جزئيات البروتين بداخل العدسة في الالتساق معا وهذا التغيير الذي يطرأ على العدسة مشابه لما يحدث عندما نغلي بياض البيض فيتحول من اللون الشفاف الى المعتن ومن الاسباب التي تؤدي الى المياه البيضاء التغييرات المرتبطة بالسن العامل الوراثي اصابات العين بعض العققير وبخاصة الكورتزان المشاكل الصحية مثل البول السكري احتساء المشروبات الكحولية والتدخين وغيرها الكثير وقد شاهدت جراحة المياه البيضاء تطورا ملحوظا في السنوات الماضية من الجراحة المعتادة الى ازالة المياه البيضاء بواسطة الموجات فوق الصوتية وصولا الى الليزر اذا مشاهدين لنتعرف اكثر على هذا المرض وايضا على سبر للاج معنا في الستوديو دكتور وسيم عبدالعزيز عالم عضو هيئة التدريس في كليات الطب جامعة طيبة ورئيس العلاقات العامة في الجامعية السعودية للطب العيون اهلا بك دكتور اهلا وسهلا دكتور بداية يعني دائما نسمع عن الماء الازرق المياه الزرقاء وايضا المياه البيضاء في العين بداية عرفنا على المياه البيضاء وايش الفرق ما بينها وبين الماء الازرق المياه البيضاء هي مصطلح يطلق على مرض يصيب عدسة عين الانسان فعادة تكون عدسة عين الانسان الطبيعية شفافة اللون مثل الزجاج ولكن مع تغيرات ومع عدة اسباب يتغير هذا اللون الشفاف الى اللون الابيض لذلك يطلق عليها المياه البيضاء بينما مرض المياه الزرقاء يعتبره عبارة عن ارتفاع في ضغط العين يؤثر على عصب العين وما يؤدي الى ضعف النظر فالمياه البيضاء تصيب عدسة العين وتسبب عتامة فيها بينما المياه الزرقاء هي عبارة عن ارتفاع في ضغط العين وتؤثر على عصب الابصار وبالتالي لازم أعتقد دائما يكون فيه قطرات أو علاج لتخليف ضغط العين لكن بالنسبة للمياه البيضاء المتعارف عليه أن لها علاقة بكبر السن وبمرض السكر تحديدا إضافة لهذه العوامل في أسباب أخرى تؤدي للإصابة بهذا المرض؟ صحيح هناك عدة أسباب تؤدي إلى المياه البيضاء طبعا كما ذكرت لدينا أكبر الأسباب الأساسية هي عبارة عن تقدم السن ومرض السكري المياه البيضاء ممكن تصيب الأطفال وتكون مثلا تسموها مياه بيضاء خلقية بعض الأطفال يولدوا بمشكلة عندهم تسمى المياه البيضاء أو أحيانا تحصل مع الإصابات إذا جاءت ضربة قوية على العين أو غيرها ممكن تسبب المياه البيضاء عدة أمراض أخرى مثل الأمراض التي تكون متعلقة بالأيض وهضمن الأغذية والأشياء هذه بعض المرضى يصابوا بالمياه البيضاء ما علاقة الأيض أو عمليات حرق الطبيعية للمواد الغذائية بالعين أو بالمياه البيضاء نعم في بعض المرضى يكون عندهم نقص في بعض الأنزيمات التي تساعد في حرق السكريات وغيرها من المواد التي في حال نقص هذا الأنزيم ممكن تترسب هذه المواد بكميات تؤثر على عدسة العين تتأثر في عدسة العين وبالتالي تسبب المياه البيضاء طيب والوراثة لها دور في هذا المرض وكم من نسبة تأثيرها الوراثة لها دور عادة مع الأمراض التي تحصل في الأطفال اللي هو المياه البيضاء الخلقية كما تسمى طيب فيه أعراض دكتور شائعة أو متعرف عليها فيما يخص المياه البيضاء نعم عادة مريض المياه البيضاء يلاحظ أنه عنده تغير في مستوى النظر يشاهد أنه نظره يقل عن المستوى اللي كان عليه وعادة هي تأخذ وقت طويل فبالتالي تحتاج يلاحظ أنه فيه تدرج في ضعف النظر لديه بعض المرضى يعاني من عتامة على العين لأنه زي ما قلنا عدسة العين بتكون شفافة فتبدأ تعتم ويصبح لونها أبيض وبالتالي يشاهد زي العتامة أو سحابة أمام العين أو يشاهد ضبابية أمامها في بعض الأحيان طبعا في الأطفال الأطفال عادة ما يشتكوا ما أحد يعرف المشكلة عندهم يلاحظ الأهل بياض خلف بأبو العين اللي هو سواد العين فإحنا عادة خصوصا في الأطفال عندما يشاهد الأهل أي شيء غير طبيعي في عين الطفل ننصحهم بالتوجه مباشرة إلى الطبيعة لكن هي فقط تصيب بأبو العين يعني العدسة لأن بعض الأشخاص يكون حول العدسة فيه كأنه إطار لون أبيض ويكون واضح إنه ما لا علاقة ببقية العين هذا ما له علاقة بالماية بيضة؟ هي الفكرة أنه مكان عدسة العين خلف البؤبو فإحنا المكان اللي نشوف منه المياه البيضاء هو من خلال البؤبو يعني لكن العتامة تصيب العدسة كاملة قد تبدأ من الأطراف قد تبدأ من الوسط لكن هي تأثر على العدسة عموما طيب المتعرف عليه أن عملية العلاج المياه البيضاء تكون عن طريق سحب هذه المياه نعم أعطينا فكرة عن طريقة إجراء هذه العملية وأيضا ما الجديد فيما يخص تكنولوجيا علاج العين البيضاء طبعا عملية إزالة المياه البيضاء من العين هي واحدة من أكثر العمليات إجراءا على مستوى العالم لأنه المرض منتشر ومتعلق بالسن يعني فهي من العمليات اللي بيكون فيها تحديات كثيرة وبيكون فيها تقنيات جديدة دائما الشركات تحرص على أن يكون فيه تقنيات جديدة لحل هذه المشكلة وأنه تكون العملية أسهل وبأقل مضاعفات العملية بسيطة جدا هي عبارة عن تفتح فتحة صغيرة في قرنية العين الجزء الشفاف الأمامي هذا من العين وبعد ذلك يدخل جهاز يحتوي على موجات صوتية تقوم بتفتيت عدسة العين لأن عدسة العين حجمها كبير وإحنا بنفتح فتحة صغيرة فبالتالي نحاول نفتت عدسة العين داخل العين بالموجات فوق الصوتية وبالتالي يسحبها الجهاز من خلال هذه الفتحة الصغيرة وبعد كده طبعا لو فضل المريض على هذا الحال ما راح يشوف كويس وإحنا عادة نسميها عملية إزالة المياه البيضاء وزراعة عدسة لأنه بعد ما نطلع المياه البيضاء شلنا العدسة الطبيعية اللي هي الإنسان كان يشوف من خلالها وبالتالي لازم نحط عدسة تعوض العدسة الطبيعية اللي الإنسان كان يشوف من خلالها هذه عدسة صناعية تكون مصنعة لها درجات مختلفة طبعا إحنا نعمل القياسات قبل الإجراءة العملية على أساس نعرف الرقم المناسب للمريض وعلى ضوء وتزرع العدسة من خلال هذه الفتحة تدخل من خلال هذه الفتحة العدسة تكون صغيرة في الحجم تدخل من خلالها الفتحة وبعدها تنفرد العدسة داخل العين وتفضل في مكانها طيب بالنسبة لزراعة العدسة فقط بتأكد من المعلومة لأن البعض كان يشتكي من أن أحيانا العدسة لا تثبت مكانها ويضطر المريض لأخذ إجراءات معينة من بينها مثلا أن يكون راسة إلى الأسفل طول الوقت حتى في طريقة النوم لها أسلوب نوم معين فعلا هذا الموضوع لا علاقة بثبات العدسة أو هي حالات خفيفة جدا أو نادرة لا عادة العدسة إذا حطت في مكانها السليم ما تتحرك يعني مكانها تثبت فيه لأن العدسة يكون حجمها صغير وهي داخل بعد كده تنفرد وتثبت داخل العين لها أجزاء تثبتها في الأطراف فعادة ما في مشكلة يعني المريض يقدر ينام على الجنب اللي يريحه ويجلس يروح يجي ما عندنا احتياطات معها عادة في بعض الأنواع من العدسات وبعض العمليات اللي تكون فيها مضاعفات أو شيء فننصح المريض بس أول كم يوم بعد العملية مثلا أنه ما يسجد أو يركع في الأرض لفترة بسيطة إلا أن تستقر الأمور حتى ما يكون فيه ضغط على العين بالفعل بس على أساس أول الأيام بعد العملية لكن بعد كده العدسة داخل العين كثير من المرضى بيسألون ليش تحط لي عدسة فإحنا شرحنا هذا الموضوع العدسة داخل العين ما تتأثر بأي شيء من الخارج والمريض ما يحس فيها أبدا لكن عادة الإلاج هو يكون عن طريق إجراء الجراحة بغض النظر عن طريقتها أو في علاجات ثانية قبل الوصول إلى مرحلة الجراحة الحل الوحيد لا يزال إلى الآن هو الجراحة لأنه هذا التعتيم في عدسة العين ما عندنا أي حل إلى الآن أن يرجع عدسة العين الطبيعية شفافة فالحل الوحيد هو إزالته جراحيا في بعض المرضى مثلا أول ما يبدأ يتغير عليه النظار ممكن يلبس نظارات تساعدوا شوية لكن النظارات ممكن تحسن عنده النظر شوية لكن ما راح تشير العتامة فأولا وأخيرا الحل هو عملية إزالة المياه البيضاء وإحنا دائما ننصح المرضى أنه لا يستنى على المياه البيضاء فترة طويلة كل ما تأخر كل ما كانت عمليتها نوعا ما أصعب وإزالتها أصعب فدائما ننصح المرضى طالما نقلول عندك مياه بيضاء وتحتاج عملية يتوكر على الله وسويها سؤال الأخير دكتور هل يمكن أخذ مثلا فيتامينات محددة أو فيتامينات عدة أو حتى التركيز على أغذية تساعد في الحفاظ على البصر أو الوقاية مثلا ما في شيء محدد يمنع حصول المياه البيضاء لكن مثلا من الأسباب اللي تساعد على سرعة حصول المياه البيضاء عند الإنسان اللي هي التعرض لأشعة الشمس الناس اللي بتتعرض للشمس كثير في اللي هي الأشعة فوق قلب النفسجية هذه لها تأثير على عدسة العين عشان كده إحنا دائما ننصح المرضى بلبس العدسة النظارات الشمسية لمن بيطلعوا في الشمس هذا يساعد على تأخير موضوع المرضى طبول فيتامينات لها علاقة في الموضوع أو لا؟ ما في شيء مثبت علميا إنها ممكن تساعد شكرا لك دكتور رسيم عبدالعزيز عالم عوض هيئة تدريس في كلية الطب جماعة طيبة ورئيس العلاقات العامة بالجمعية السعودية للطب العيون شكرا على حضورك ومشاهدين يا رب طبعا نديم دائما عليكم الصحة والعافية والسعادة وتابعونا لحظات ونرجع في فاصل قصير في سيدتي بعض الفاصل الأم العاملة بين دور الحضانة وتكاليف المعيشة اشتركوا في القناة